أبو فهد ما هو أثر مثل هذا الإنجاز على الطلاب وكذلك على المجتمعين ما شاء الله عدد من الإنجازات التي تضاف للطلاب المملكة العربية السعودية بكل تأكيد لما تدع لان ذكرته أسماءه من تولان تصور أبي يسمع اسم بنته ولده تصور يعني شاب يعني تفوق بهذا الاختبار ويشوف الإعلام مهتم فيه هؤلاء هم الآن هم يعني تحدثنا قبل قليل عن رؤية 20-30 هؤلاء هم وقود إن شاء الله الرؤية هؤلاء هم الذين سيكونون من يقودون الرؤية في المرحلة القادمة لأن لدينا الآن مشاريع قادمة تحتاج مثل هؤلاء الشباب المتميزين هؤلاء الشباب الذين طلاب اللي نعتبرهم يعني رفعوا اسم المملكة العربية السعودية أعطوا صورة صورة المملكة لأن المملكة والله الحمد ما تدخل مسابقة أو مؤشر عالمي إلا وتحصد مثل هذه الجواز أن يحصد طلابنا هذه الجواز ونراهم هذا دليل أن تعليمنا والله الحمد عكس ما يذكر لذي يقولك والله حن عندنا التعليم تلقيني واللي يقولك حن معايير التعليم عندنا يجيك يقولك هذا في لندا واللي يقولك لا إحنا أبناءنا وبناتنا ومن خلال قناة يعني قناة المجد هذه القناة الرائعة نقول لهم نبارك لأباءهم نبارك لأمواتهم نبارك لهم نبارك للوطن نبارك لقيادتنا أن أبناءنا اليوم شوفوا أبناءنا أعطوهم فرصة بس يعني أعطوهم فرصة بتشوفون يعني أبناءنا كيف أنهم يتفوقون وما هي غريبة عليهم سواء أبناء المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية والمنطقة الوسطى أو المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية ولحظنا الأسماء ما شاء الله شيء من الحساء شيء من المكة المكرمة شيء من القصيم يعني أبناءنا ولله الحمد وهذه الاختبارات التي أقيمت لهم والطالب هذا اللي فضل أنه يعني يمكن ما تهلنا بجازة تقاهم أشهر الطلاب من اختبار إلى اختبار ومن دراسة إلى دراسة وتفوقوا في هذه الاختبارات لأن هذه تقريبا أعتقد من عام الستة وثمانين أو سبعة وثمانين ميلادي مثل هذه المسابقات بدت هذه مسابقات عالمية وهذه مسابقات لا يمكن أن يدخلها الطالب إلا وقد يعني وصل إلى تعليم جيد ولديه من المعلومات ولديه من المعرفة ولديه من الثقافة يعني شاب مثلا عمره مثلا سمال سنوات ولا تسس سنوات ولا عشر سنوات ويدخل مثل هذه المسابقة ويتفوق على الأقرانة في دول سبقتنا في التعليم وسبقتنا هذا المسابق نحن يمكن ما كنا نعرف صراحة لما كنا نشوف مثلا في الماراثون اللي كان في الرياضيات وغيره يعني عادي نشوف طلاب يمكن تعودين على عملية حساب ويحسبهم بسرعة أنت تستهين بهذا الشيء ما تعرف يعني ما تتوقع أنت يعني مقعد يحسب يعني عبارة عن آلة حاسبة هذا الموضوع ماه سهل الموضوع في دورات أهلية تدريبيتها لهؤلاء الطلاب لاستخدام مهاراتهم العقلية حتى أنهم يوصلوا لها المرحلة الخارقة من سرعة الحساب وسرعة الوصول إلى نتيجة حسابية تعادل عملية حسابية في آلة حاسبة وشوف كيف التفوق اللي قاعد يسير فنافسوا فيها الدول لاحظ ترى عددهم فوق 400 ترى هذا فقط المسموح يتم اختيارهم وإلا ترى المتفوقين أكثر من ذلك والموجودين في المدارس الآن اللي يتم تأهيلهم لاختبارات قادمة أبناء المملكة ولله الحمد من خلال هذا التعليم وشابنا التعليم الآن القادم بيكون مختلف بيكون عندنا ثلاث فصول تعليم بيكون عندنا التعليم بيصير يعني بيختلف عن التعليم السابق من حيث استقدام التقنية من حيث استقدام الأجهزة من حيث المعلم تطوير المعلم المعلمة أنا متأكد ترى في مركز من إدارة التعليم لا إله إلا الله إدارة التعليم الشرقية برسال محمد الدباسي هو من إدارة التعليم لم يكن طالبا